السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني كرام عاد لكم حاكم زياش من جديد الساحير بدأ يناريا معنا دي قرطة الصاري وكذلك ابراهيم صالح ونيف اكريد وكذلك عدنا سليم املاح اللي اكتاس حواطليشيكو مادريد وكذلك نظروا لشهاد الرياض اللي يطلقى اول خسارة معنا دي ريال بيتيس كأساسي وكذلك نظروا لعائلية الشاعير وكذلك بيل الخنوس اسماعيل صابير فيديو مهم جدا سوف نبدأ مع الساحير حاكم زياش اللي يواصل تعلق دياله معنا دي قرطة الصاري بيتيس جيدة جدا بعد دخوله في الشوط ثاني سجل هداف ما تحسبه تحسب الارجونتيني مورو ايكار دي بعد ما حول القورة براسه حاكم زياش قدم شوط ثاني ولا ارواح يعني كما كنقوله بيتيس نارية دي الحاكم زياش بعد العودة دي البطول غياب كما شفنا مكانش كيلعب معنا دي تشيسين دي السابق كما شفنا دي تشيسيني كي عاني وحاليا في الدوري الإنجليزي كنتمنى ان شاء الله حاكم زياش توفيق معنا دي الجديد قرطة الصاري بالنسبة لابراهيم صالح لكي واصل تعلق دياله معنا ديارين بعد ما كانوا متأخرين في النتيجة بهدفين مقابل هدف كيدخول وكيحسم ليه هدف تعادل هدف ناري كما قلنا لابراهيم صالح صراحا لاعبي المنتخب الأولمبيك يتعلقوه مع الفروق دياله موات الشيلي كي دير الضغط على اللاعبين اللي كيلعبوه في المنتخب الأول كما شفنا ويدرقر يبدأ كي عايط ليا اللاعبين ديال المنتخب الأولمبي خصوصا في وسط الميدان اللي عايط عديد اللاعبين كنتمنى ولو ان شاء الله توفق بالنسبة لنايف اكريد بعد ما كانوا متقدمين في النتيجة على بطل الدوري الإنجليزي وكما شنا في منشيستر سيتي في الشوط الثاني قلب النتيجة وكذلك نايف اكريد كيتحمل المسؤولية في الهدف الثاني اللي تسجل على لو يستهم يعني نايف اكريد تلقاو الخسارة بثلاثة الأهداف مقابل هدف واحد وتقييم ديال نايف اكريد كانوا 6.8 بالنسبة لعبد السامد الزنزولي اللي كيتلقاو خسارة تاقيلة هو شادي رياد أمام فارق وبرشلون السابق بخمسة الأهداف ليستفر فارق برشلون قدم مباراة كبيرة وتلقاو الخسارة كما كنقول شادي رياد يلعب أول مباراة ديالو كارسمي مع ناديه ريال بيتيس ويتلقاو هذه الخسارة تاقيلة ما كانت مني لنجو بصراحة ولاني فارق برشلون قدمه مباراة كبيرة شادي رياد لعب 90 دقائق وتلقاو الخسارة بخمسة الأهداف للسافر بالنسبة لعبد السامد الزنزولي يدخل كبادي البداية والشاو التاني كما كنقولوا ما درته شي حاجة حتى فرصة ما جاته بالنسبة لساليم أملح لكي كتسحوا لي نادي أطليتشيكو مادريد بتلاتة الأهداف للسافر بعد مدخل كبادي في الدقيقة السبعين كيفوزوا لي على أطليتشيكو مادريد بتلاتة الأهداف للسافر وتقييم ديالساليم أملح فضل مباراة هذي كانوا 7.1 اسماعيل صابري كيلعب كأساسي مع فرق بيز فيندوفن وكارب حبر بعض الأهداف للسافر اسماعيل صابري كيلعب كأساسي مع الفارق ديالو نخرج في الدقيقة الثلاثة وثمانين من المباراة وتقييم ديالسماعيل صابري كانوا 6.8 بالنسبة لبيل الخنوز كأساسي وربحو بهدفين السافر بيل الخنوز كي يواصل تعلق ديالو مع نادي جين كالبلجيكي وكانتمنون ان شاء الله تعلق وتقييم ديالو كانوا 6.8 بالنسبة لإليا الشاعر عاد لصنع الأهداف وصنع هدف هذا مباراة بعدما كانوا متقدمين في النتيجة وخسروا بتلاتة الأهداف مقابل هدف واحد يعني إليا الشاعر نادي كوينز باركرانجز كيعانيه بكل معنى الكلمة كانتمنون ان شاء الله يخرجوا ماذا تقليفوهما فيه نادي كوينز باركرانجز بالنسبة لعمرا اللوزا ربحوا بهدفين للسافر عمررا اللوزا لعب كأساسي مع فارق واتفورد الإنجليزي وكانتمنون ان شاء الله اللاعبين ديالنا المحترفين ديالنا كلهم يتعلقوا في دوريات أوروبية وتقييم ديالو كانوا 7.2 ترجمة نانسي قنقر